يعني لما تيجي انت تتحدث عن التحكم – لازم تقسم التحكيم لثلاث مراحل المرحلة الاولى قبل بدء الإجراءات، قبل بدء إجراءات التحكيم في حاجة سابقة على هذه الإجراءات، نفترض ان الدعوة مرفوعة قدام المحكمة إذن هذه هي الخصومة القضائية الخصومة التحكمية أمام المحكم في حاجة قبل الخصومة التحكمية والخصومة التحكمية نفسها لها إجراءات التحكيم وما فيها من قواعد وما بعد إيه وما بعد الخصومة التحكمية وما بعد صدور حكم إيه حكم التحكيم المرحلة السابقة اللي هي اسمها اتفاق التحكيم اسمها اتفاق إيه التحكيم واختيار المحكم اختيار مين؟ المحكم يبا دي المرحلة الأخرى تم الاتفاق صحيحا وتم اختيار هيئة التحكيم ندخل بقى في الخصومة اللي هو طلب التحكيم وإجراءاته ثم صدور الحكم با دي المرحلة التانية في التحكيم المرحلة اللي بعد كده المرحلة اللي بعد كده وهي بطلال حكم التحكيم اللي بيقابلها للأحكام القضائية حاجة اسمها طعن على الأحكام وتنفيذ حكم التحكيم وتنفيذ حكم اللي هي التحكيم يبقى مرحلة ما قبل بدء الإجراءات مرحلة الإجراءات والخصومة والحكم مرحلة ما بعد الإيه ما بعد الإجراءات أو ما بعد صدور حكم التحكيم